طيب نيجي بقى قبل ما أخش في التدخين السمنة السمنة يعني مصريين بيميلوا للسمنة أحيان أولا نعرف ما هو تعريف السمنة تعريفها إيه كل واحد سمعني يعمل حاجة اسمها كتلة جسم أيوة إزاي دي نحسبها يا دكتور نحسبها الوز بسط 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 المقام الطول بالمتر بسط يا جماعة لو أنتم فاكرين بتقول الماثماتيكس بسط ومقام أخذوا الرياضة قديمة فوق وتحت فوق وتحت فوق الوزن الوزن تحت الطول بالمتر الطول ماش مضروف في نفسه مضروف في نفسه يعني أيه يعني الوزن يعني أنا حسان موافي أوكي وزني سبعين كيلو ماش يبقى البسط سبعين تمام طولي مئة وتمانين سنتي تمام يبقى واحد وتمانين من عشرة فواحد وتمانين من عشرة آه 1.8 1.8 حيات العرق انطلع حول 25 نرفع لك القبعة ثلاثين عندك سمنة 35 عندك سمنة مفرطة 40 سمنة قاتلة لازم تروح لجراح عشان جايز يعمل تحويل مصار أو تكميم إن كان 40 أو أعلى الطبيعي في حدود 25 كل واحد يحسبها لنفسه ثاني البسط الوزن بسط آه على المقام المقام الطولي طب إزاي يعني أنا برضو حد 70 على 180 وبعدين لا مش 180 إحنا واحد وتمانين من عشرة أيوا هو حدودك وزنك سبعين آه ده البسط ده البسط المقام طولك 180 حيبقى واحد وتمانين من عشرة واحد وتمانين من عشرة لأن طولي بالمتر مش بالسنتي تمام مضروف في نفسه وحد زمانين من عشرة والسبعين اللي فوق دي سبعين ده الوزن فوق آه ده البسط المقام يعني 1.8 1.8 حول ده وفوق 70 آه نعمل الحزبة دي ساعة هايطلع 25 هالكالكيليتر بقى عشان يالا كل واحد يعملها وسامعنا اللي هم عادة بدول ما بيعرفوش يعملوا الحاجات دي طيب مضروف في نفسه ده بقى لازم تكون 25 آه حوالين الـ 25 حوالي 25 30 30 انت عندك سمنة او ده ده سمنة مش محتاجة جراحة هم يعني يرجيم قاسي شوية 35 تديد تخش في المرحلة الخطيرة 40 فمطالع دي سمنة اللي احنا بنسميها قاتلة يعني يبقى لعين عرض للخطر